بموجب قرار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بات ممنوعا دخول الكلاب من 113 دولة إلى الولايات المتحدة من بينها 15 دولة عربية والسبب انتشار داء الكلب في هذه الدول بنسبة كبيرة أدأ القاتل الذي تخلصت منه الولايات المتحدة بين الحيوانات الأليفة منذ 2007 في هذه الدول المئة والثلاث عشر ينتشر داء الكلب بشكل كبير جدا كما أن بعضها يقوم بتزوير شهادات هذه الكلاب والبيانات المتعلقة باللقاحات التي حصلت عليها وهذا يشكل خطرا في حال دخول هذه الكلاب وتواصلها مع حيوانات أخرى وتستورد الولايات المتحدة نحو مليون كلب كل عام تعمل مختلف المنظمات والأفراد على إنقاذهم من دول لا تحترم حقوقهم بل وتستهلك لحومهم كما هو الحال في كوريا الجنوبية لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كشفت العام الماضي دخول أكثر من 450 كلبا إلى أراضيها بشهادات مزيفة لا تظهر البيانات الصحية الحقيقية لهذه الكلاب ورغم أنه لا خلاف على أهمية قرار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالنسبة للصحة العامة فإن العديد من المنظمات العاملة في إنقاذ الكلاب لم تكن من أكبر المؤيدين فالقرار تزامن مع ارتفاع كبير في نسبة تبني الأمريكيين للكلاب بدأ منذ نحو عام تقريبا أي مع بدء انتشار وباء كورونا والكثير من الملاجئ تحصل على الكلاب من المنظمات التي تعمل على إنقاذ هذه الكلاب من مختلف الدول خاصة تلك التي شاملها الحظر لقد كان الوضع مجنونا بعض الشيء في الأشهر الأولى من انتشار الوباء كلما كانت تصلنا كلاب كان يأتي أشخاص لتبنيها خفت الوثيرة نوعا ما لكنها ما تزال مرتفعة مقارنة بباقي السنوات ويأمل العاملون في هذا المجال ألا يطول الحظر الذي أقرته السلطات الأمريكية لسنة حتى الآن فهو يشمل حتى الأمريكيين المقيمين خارج البلاد والذين لا يستطيعون إدخال كلابهم إلى الولايات المتحدة في حال كانوا يقيمون في واحدة من هذه الدول المائة والثلاث عشر المشمولة بالحظر أمينة سريريسكاينيوز عربية واشنطن